الشيخ صالح يا مولانا كان عجيباً الشيخ صالح كان موصول بوصل عجيب وكان الناس تحبه وترى النور في وجهه وتنور قلبه وكان السر عشان هو من البضع الشريفة ومن منسوب إلى حضرة النبي بس كلامه كله كان محب ووصل بحضرة النبي معايا وزير أنا عايز بس أسأل حضرتك أهل السودان في الحال اللي احنا فيها دي وإن شاء الله يا حال إلى خير إن شاء الله إلى فرق وإلى تيسير قريب حضرتك هل ما زال الناس بتحتفل بالمولد حتى الآن الناس موصولون بالنبي صلى الله عليه وسلم على كل حال الله أكبر وفي كل الشدايد أول ما يذكره هم يشعران المدخل من خلال النبي صلى الله عليه وسلم هو مدخل سالك وسهل الله حلو أو سالك مدخل سالك سهل أو يعني مفتوح فهو ممكن الإنسان يدخل مباشر لكن الإنسان يطلب الوجاهة يطلب الوجاهة بالنبي صلى الله عليه وسلم أنا دائما بقول في قولي تعالى وإذا سألك عبادي يعني جموا وسألوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم السؤال سؤال حضرة النبي هو مفتاح القر صح يعني لو هم سألوا أي حد تاني لو سألوا أنفسهم لو سألوا أي حد فكانش يوصلوا لمقامات القر ذلك في أخص اللحظات كان رسول الله سلم يقول للصحابي سلني آه صح ويقول له أسألك مرافقتك في الجنة يا رب وهي أمر الآخرة يا رب فهو مفتاح الدخول والإنسان يروح عن كل مشاقه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما يعني يحير أن هذا العام وهذا الربيع وللناس جنون هناك بشهر الربيع ولأن الحالة النبوية حالة ربيعية آه طبعا متزنة ومتسقة متعد المزاج آه يعني لون النبي صلى الله عليه وسلم ربيعي شكل العام ربيعي آه ويرددون أبيات جميلة آه في شهر الربيع آه ظنوا استحسنها ابن الحاج في المدخل أعلمت أنك يا ربيع الأول تاج على هام الزمان مكلم مستعذب الإلمام مرتقب اللقاء كل الفضائل حين تقبل تقبله الله ما عدت إلا كنت عيدا ثالثا بل أنت أحلى في العيون وأجمل فارتباطهم بالربيع عشان كده أنا بسم العيد المولد العيد الأكبر صح عيد كبير والله عيد الصغير عيد الفتر العيد الصغير عيد الفتر العيد الكبير عيد أطحى وعيد والمولد ده العيد الأكبر وأنت مؤيد بأنه هو الأصل كانت الإعياد لصاحب المولد صحيح للمولد ما كانت كل هذه الرفاهية والأبهة والحضور فانتبهت إلى ارتباط الناس بشهر الربيع أن المولد الآن وفي ظل هذه الظروف صحان الله ظروف صعبة للغاية طبعا ظروف الحرب يعني والحرب ومقتضيات الحرب ومع ذلك خرج الناس في فرح الموجودون إن شاء الله يضربون الدفوء هناك أصلا المولد وشهر الربيع يستقبل ما يسمى بالزفة طبعا تصبغ الربيع بيوم ويخرج الناس الصغار والكبار والمعلنين يخرجوا في الزفة كله يخرج في الزفة وحتى الناس الذين يبدو عليهم أنهم ليسوا من أهل الحب الظاهر لكن الحب في قلوبهم صحيح كل الناس يخرجون وينشرون الموايد على الطرقات العامة الله أكبر فهذا الأمر لم يكن متاحا في ظل الظرف الأمن الحالي لكن مع ذلك خرجت الزفة الله أكبر يعني في موناطق مختلفة كأنهم يصرون على إبقاء الأصل وأطفال صغار بدل من الزعرهم في فرح ويرددون طلع البدر علينا الله أكبر في ألحان سودانية لطيفة جدا وهو منشور على الانتقالي وقع التواصل نحن رأينا وسرنا وأبكانا صراحة فالناس مجانين بشهر ربيع الله وسر الجنون يعني راقي وعالي فالآن خرجت المواكب الآن الناس يحتفلون لبشرة خير إن شاء الله بشارة والله إن شاء الله الأمر يقول إلى من هو بالمؤمنين رؤوفه الرحيم إن شاء الله يقول الأمر إلى خير وسلام وفتح وتوفيق وبسط الأمن والأمان إن شاء الله بسر حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم